ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق للحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ميراث النبوة لازلنا أيها الإخوة مع هذا الموضوع المهم قال وهو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم في هذا البرنامج عن بعض الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها وأن يتحل بها وهناك أيضا بعض الأخلاق الذميمة التي ما ينبغي لمسلم أن يتلبس بها واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن موضوع غاية في الأهمية الموضوع دا يا إخواننا للأسف الشديد أمر مهم جدا 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 لأن للأسف الشديد أغلب الناس ممكن يقع في المشكلة دي ممكن يتلبس بهذا الخطأ والخطر الصعب جدا إنه اليمين الغموس واليمين الكاذبة أيها الإخوة إن اليمين الكاذبة أو اليمين الغموس هي من كبائر الذنوب التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس قالوا وما اليمين الغموس قال اليمين التي يقتطع بها حقا رئي مسلم هي دي إنك تحلف على حاجة هي كذب طبعا علشان تقطع بها حق إنسان تاني ده يا أخواننا اليمين الغموس ليه اسمه غموس لأنه صحبه هيتغمس في النار يوم الأيام علشان الناس اللي بيروح تشهد شهادات زور شهادات باطلة شهادات على خلاف الحق في الأخرة هتتغمس في النار انت ما هتعمل لك الفلوس في الأخرة هذه الأموال لن تغني عنك شيئا ما أغنى عني مالية وواحد يروح يشهد شهادة زور أو غير شهادة الحق علشان ياخد أرض علشان ياخد بيت علشان ياخد أرض إخواته ولا المراس ولا الكام بكله يشهد شهادة زور يكون إنسانا كذابا كذابا كل هذا يجب أن تلك علشان ياخد عراض من أعراض الدنيا تابوا بعدين وبعدين ويعني آخرتها انتهت جمع دا المين قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصيحين وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقططع بها حق برئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ثم تلا النبي عليه وسلم هذه الآية فإنسان إخواننا يحذر من ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قولنا عشان إيه عشان سبتكي يقططع حق امرئ مسلم ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام ما يقططع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجن شوف من يقططع حقا بأمر مسلم بيمينه بالحلفان اللي هو يحلفه ده فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار علشان ما تحلفش وتستسهلش في الحلفان مش هتعدي إحنا ممكن نعديها وإنت ممكن تضحك على الناس اللي إنت هتحرف قدامهم ماشي لكن عند ربنا لأ عند ربنا اليوم نطمس على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهدوا أردلهم بما كان يكسنون ده عند ربنا لكن زودة لك انت ممكن تضحك في الدنيا على بعض الناس والدنيا تمشي أو ونفتش مشكلة ماشي لكن عند ربنا لأ عند ربنا ما عديش الكلام ده عند ربنا أنت موقوف أقفوهم إنهم مسؤولون تخيل أنت بقى لما تتقومس كده في النار بسبب اليمين ده طب أنت حلفت كام يمين بقى في حياتك كام يمين زور حلفته وكام يمين أنت حلفته عامد متعمد علشان تخرج من الموقف وهو كمال الصدق يا إخواننا أنك تصدق في مكان أو في محل أو في موطن أو في موقف لا ينجيك فيه إلا الصدق ده أنت فعلا إنسان صادق وضح زي لذلك إخواننا المفروض الإنسان المسلم يحاذر من ذلك يحاذر ويحذر من ذلك وما يستستلش أي حاجة وخلاص لذلك النبي عليه السلام يقول وهذا أمر أبيضا كذلك غاية في الأهمية إنسان يحلف على الخير أو الشر قد يظهر له على خلاف ما حلف لذلك قال عليه السلام كما في حديث عبد الرحمن السامرة الذي رواه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها فأتي التي هي خير وكفر عني منك أنت دلوقتي حلفت على حاجة بس الحاجة دي طلعت مصصحة بس الحاجة دي طلعت غلط بس الحاجة دي أنت لو عملتها هتبقى فيها مشكلة جبيرة خلاص ائتي التي هي خير وكفر عن هذه اليميني برضو الإنسان زي ما قلت يا إخواننا ما يكونش يسام وتسرع مش كل حاجة يحرف عليها مش أي حاجة عليها والله العظيم والله والله وبرضو ده أكتر حاجة ما تلاقي في البيعين أكتر حاجة برضو تلاقي مسألة الحلفان دي في إيه في الناس اللي بيبيعه ده أمر برضو إخواني لازم الإنسان يحذر من ذلك ولا تطع كل حلاف مهين كل حاجة يحرف عليه يحرف عليه يحرف عليه يحرف عليه تمام عشان كده أنا مثلا أخبر على هذا الإنسان البائع قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يعد يحلف والله العظيم ده وقف علي بكذا والله ده أنا جابها من مكانها مش عارف بكام والله العظيم ده مش عارف فلان جالي فيها بكام وانا وردتش ورفضت هو ده بقى المنفق سلعته بالحلف الكاذب ده برضو خطاء عشان كده برضو في حديث حكيم ابن حزام في الصيحين قال عليه البيعاني بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا ده أمر وهم جدا برضو فعلا يكون إنسان صادق الرجل ببعده يكون إنسان صادق مش بيروك سلعته عايز يخلص فإن صدق وبينا لو فيها عيب يقولك والله العربية دي عيبها واحد اثنين ثلاثة الأرض دي فيها مشكلة واحد اثنين ثلاثة الشقة دي مش عارف مالها الأرض دي فيها إيه وهكذا فإن صدق وبينا أثنين ثلاثة بورك لهما في بعيهنا وَكَذَبَاه وَكَتَمَاه مُحِقَتْ بَرَكَتْ بَيْعِهِمَا فلانا يا إخواننا الصدق من جاء اليمين الكاذبة زي ما قلت لك بتجع صاحبها يغمس في النار يغمس في النار عشان كده يا إخوانه لازم إنسان يحذر ويحاذر من كثرة الأيمان كثرة الأيمان يكونش إنسان حلاف يكونش إنسان بيحلف على طول عماله على بطاره على كل حاجة وغير بقى طبعا الأمر الأخر الأسوأ إن هو كل حاجة يحلف بالاطلاق عليا التطلاق من بيتي عليا التطلق مِعملت عليا التطلق مَسويت عليا التطلق إيه ده إيه اللي إِنْتِ إحنا فيه ده يا إخوانه هو ايه اللي احنا عايشين فيه ده انت ليه تحرم زوجتك عليك ولا يحصل أمور ولا ممكن تلقى تقع ولا ممكن طب ليه تعرض نفسك للأمر ده ليه حيث مفهود يا أخواننا الإنسان يلجم ويحجم كلامه ولسانه لا سيماع عن مسألة الحلفان واليمين والأيمان وكل هذه الأمور لازم تحذر لازم نخلي بالنا يا أخوان برضي يا أخوانا فيه أمر مهم جدا تاني وهو مسألة لغو اليمين قال الله عز وجل لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت أو بما عقدتم الأيمان بمعنى ايه بمعنى هو كما قالت السيدة عائشة رضي عنكم وفي صحيحة بخير قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله يعني ايه احنا كلنا أغلبنا تقريبا بيعفل في الأمر ده تقولوا والله لا تاكل والله لا تشعر والله لا تيجي معايا والله لا تععر والله قالت هو ده اسمه ايه لغو اليمين تمام اللي زي ده يا أخوانا ربنا لا يؤخذ عليه طالما أن ليس هناك عزم للقلب لكن لو انا بحلف والأيمان وركز في قلبي اقوله والله او مثلا واحد يقوله لزوجته والله من تطلع والله من تعمل او واحد يحلف على صاحب والله العظيم من تعمل طالما في عزم للقلب يبقى فيك كفار بقى طيب لكن زي بتلك لا والله وبلا والله والله لا تيه والله لا تعمل والله لا تشرب شاي والله مش عارف نعمل ايه والله لا اللي زي ده يا أخوانا زي بتلك ربنا لا يؤخذ عليه لكن الشاهد اخوانا انها برضو زي ده يا أخوانا لازم ننتبه جدا 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 لأيماننا ولحلفاننا والكلامنا والألفظنا وكل ما ننطق به لأن ذا أنت موقوف ومسؤول عليه عنه أمام الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عيكم حسن السمت وجميل الصمت ونسأل سبحانه تعالى يتقبل مننا وإياكم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته